بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد أبناء طلاب الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع التعبير الكتابي ودرسنا لهذا اليوم وقتك ذخرك هيا بنا نتعرف أهداف درسنا لهذا اليوم يتوقع منك عزيز الطالب نهاية الحصة أن توظف علامات الترقيم وأدوات الربط توظيفا صحيحا أن تحدد العناصر الرئيسة لكتابة الموضوع تحديدا صحيحا أن تحدد أفكارا مناسبة حول أهمية الوقت أن تكتب مقدمة مشوقة تبين أهمية الوقت وأخيرا أن تكتب نصا منظما حول موضوع أهمية الوقت فهيا بنا أقرأ سويا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ برأيك من نعمتان اللتاني ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لاحظ النعمة الأولى نعمة الصحة والثانية الفراغ نعمة الوقت لماذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراغ في الحديث الشريف نعم لأنه له أهمية كبيرة في الإسلام ولدى كل شخص عاقل أرأت في موضوع قصتي مع المال كيف يمكن أن يتعامل الإنسان مع المال منذ صغره وكيف يستفيد منه في المستقبل ولاحظت كيف استطاع الكاتب أن يقنعنا بضرورة التعامل الصحيح مع المال اكتب مقالة تقنع فيها زملائك بضرورة استغلال الوقت بما هو مفيد والبعد عن تضيعه فيما لا فائدة منه قبل أن تبدأ في كتابتك أجب عن هذه الأسئلة لتحدد أهمية الموضوع وتستطيع أن تكتب فيه بإتقان ما أهمية الوقت في حياتنا؟ السؤال الثاني ماذا تعرف عن مفهوم إدارة الوقت؟ ماذا تعني كلمة إدارة الوقت؟ لماذا اهتم الإسلام بالوقت؟ هل الإسلام اهتم بالوقت؟ نعم اهتم به لماذا؟ السؤال الأخير كيف يمكن لنا أن نستغل الوقت بطريقة صحيحة؟ من خلال إجابتك عن هذه الأسئلة تستطيع أن تكون مجموعة أفكار تستفيد منها في كتابتك للنص قبل أن تكتب لا بد أن نخطط للكتابة لاحظ حدد وجهة نظرك التي تريد أن تقنع بها الآخرين فكر في الأدلة التي تؤكد أهمية الوقت قبل بدء الكتابة الأدلة لا بد أن تكون إما قرآن أو حديث شريف أو مقولة مأثورة أو نص من الشعر أو قصة أعجبتك هذه كلها أدلة تؤكد على أهمية الوقت ويمكنك أن تستخدمها في موضوعك اختر الأسلوب الذي يمكن أن تخاطب به زملاءك كأن تقول صديق العزيز أم أخي الحبيب كيفما يحلو لك ضمن مقالتك أمثلة إجابات محتملة قد تتبادر لذهن القارئ كأن تقول قد تتساءل يوما وتقدم أنت الإجابة قبل البدء قطط جيدا لموضوع الكتابة وظف أدوات الربط وعلامات الترقيم المناسبة ما تعلمنا استخدم الأدلة والحجج لدعم وجهة نظرك كالآيات والأحاديث والأقوال المأثورة ضع عنوانا مناسبا لموضوعك ابدأ بمقدمة مشوقة ثم اكتب فقرتين تقدم فيهما الأدلة وتطور فيهما أفكارك وأخيرا اختم بتقديم نصائح وتوصيات أو بالحث على القضية التي تناولتها هيا بنا نستذكر سويا أدوات الربط وعلامات الترقيم لاحظ أن أدوات الربط قد تأتي على ثلاثة أقسام إما للترتيب والتتابع مثل أولا ثم أو وهكذا قبل ذلك بداية من جانب آخر إضافة لذلك وقد تستخدم أيضا للتعليل والسببية كأن تقول لذلك ومن هنا كان أو رغبة فيه سعيا إلى لكي حرصا على ونتيجة لما سبق وقد تستخدم أيضا للأهمية والتفضيل كأن تقول وكان من أكثر وهو من أعظم وهو من أهم وتأكيدا لما سبق وبالفعل هو الذي لحظ أن أدوات الربط هي التي تقوم لك موضوعك وتجعله موضوعا متميزا لا ننسى أيضا علامات الترقيم كما تعلمناها الفاصلة النقطة النقطتان الرأسيتان علامتي التنصيص علامة الاستفهام وعلامة التعجب والفاصلة المنقوطة الآن بعد أن أجبنا عن الأسئلة وحددنا الأفكار هيا بنا نخطط موضوع الكتابة لاحظ أن الموضوع ينقسم إلى أقسام ثلاثة المقدمة والعرض والخاتمة وقلنا أن المقدمة فقرة قصيرة تمهد للموضوع بأسلوب شيخ يجذب القارئ العرض هو الجزء الأكبر في الموضوع ويشمل الأفكار الرئيسة والفرعية للنص والأدلة التي تقدم فيها لإقناع القارئ بأسلوبك بشكل متسلسل ويكون من فقرتين أو أكثر ثم في الخاتمة تلخص الموضوع أو تقدم نصيحة أو درسا مستفادا أو تقدم وجهة نظرك والآن جاء دورك عزيزي الطالب لتكتب موضوعا حول أهمية الوقت وقتك ذخرك يمكنك الاستفادة من هذا الموضوع إن الوقت فرصة عظيمة للحياة الكريمة وحياة كل إنسان هي مقدار الزمن الذي يعيشه فالأنفاس تشعرنا في كل لحظة بأهمية الحياة قول الشاعر دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وكلما ذهب منها شيء ذهب معه عمره لذلك عليه أن يستغل كل نفس وقد أقسم الله عز وجل في العديد من سور القرآن بأزمنة وأوقات مختلفة كالليل والنهار والضحى مما يدل على أهمية الوقت لأن القسم لا يكون إلا بأمر عظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها فراغك قبل شغلك فكيف يغفل الإنسان عن تنظيم وقته ألا يدرك من يبدد وقته أن الحرص على الوقت أحد العلامات الفارقة بين الأمم المتقدمة والمتأخرة إن من يتعامل مع الوقت بشكل صحيح ومنظم ويجعل من مجتمعه الرابح الأكبر لأن إهدار الوقت ليس مسألة شخصية لنا حرية التصرف بها وفي الختام علينا أن نغير أنفسنا ونقنع الآخرين بمدى أهمية ثروة الوقت فنحسن استغلالها فيما يجدي حتى نحقق أهدافنا وننجز أعمالنا بسرعة وإتقان الآن عزيزي الطالب أكتب موضوعك مستفيدا مما قدمته لك وعرضه على معلمك بالصف إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم لا أنسى أن أذكركم بواجب النسخ الأسبوعي والواجب الإلكتروني على منصة المدرسة عقب هذا الفيديو مباشرة سائلا لله عز وجل لكم التوفيق والسداد تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر